تقترب بريطانيا شيئاً فشيئاً من حسب مصيرها بين البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه ومع اقتراب الموعد تشتد الحملات كل يدفع باتجاه خياره متسلحاً بدراسات تدعم حججة ما ترك الناخب البريطاني وبالأخص طبقة الشباب في حيرة من أمرها حيرة حاولت هذه المناظرة التلفزيونية حلها عندما استضافت شخصيتين من كل حملة ودعت لها طلاباً تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر والثلاثين عاماً اسمي جوان وأنا من ليتس لم أحسم أمري بعد أحتاج أن أسمع شرحاً مقنعاً أنا طالب في الثامنة عشر من عمري أعتزم للالتحاق بالجامعة وأنا محتار أي الخيارين سيوفر لي وظيفة وأي الخيارين أفضل للاقتصاد ما يدعو للسخرية هو أن كلا الطرفين في هذه القضية يعمل على تدكية التوجس والخوف من الخيار الآخر فالطرف المؤيد للبقاء يحذر من انهيار الاقتصاد والطرف المؤيد للخروج من الاتحاد يذكي التوجس من تدفق المهاجرين ما نرغب به اليوم هو وضع حجاج منطقية من جانبنا مؤيدة للبقاء في الاتحاد والدراسات تفيد أن اقتصادنا لن ينهار بسبب انسحابنا من الاتحاد ولكنه سيتضرر سلباً اقتصادنا قوي نحن نخلق وظائف أكثر من أي اقتصاد آخر في أوروبا ولذلك تأتي العمالة من دول الاتحاد تبحث عن وظيفة هنا الموضوع ليس موضوع اقتصاد بل موضوع هويتنا وأي نوع من البلدان نريد وأي مجتمع نريد أن نعيش فيه لماذا لا نأتي بالأطباء من دول الكومنويلث أو في فرنسا والدينمارك وإستونيا وليتوانيا لكن لماذا لا نأتي بهم من دول الكومنويلث حيث أنهم يتكلمون لغتنا الحقيقة أنا لدي مشكلة مع من لا يتكلمون لغتنا مرة أخرى ما نحصل عليه هو جدل فارغ وصيح أريد أن أسألكم بحق هل فيكم من هو مقتنع بحجج حملاتكم لأني أرى أن حملة التأييد تأتي بأرقام ودراسات تقول أن حجج حملة الخروج كلها هرى وحملة الخروج تأتي بأرقام ودراسات تقول أن حجج الحملة الأخرى هرى أنا بعد المناظرة أعترف بأنني لا أزال محترا وألقي باللوم عليكم جميعا لم تتمكن هذه المناظرة من تبديد حيرة حضورها أو حيرة الشباب البريطاني وهو على بعد أسابيع من اتخاذ قرار مصيري يحدد مستقبل البلاد وقاطنيه هل تبقى بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أم ينكس علمها من أمام مقرات الاتحاد ترجمة نانسي قنقر